السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة شاف صلاح البتن قبل ما بدأوا فيديو طالة عنها اليوم لا تنسوا تصلي وتسلموا على رسول الله علي أفضل الصلاوات يوم شاء الله سنشارك معكم بيسكويرولي بذوق الشوكولة سهل سريع في التحذير بزاف بنين بزاف مشتركات قالوا لي بللي عنا صعوبة في تحذير لاجينواز انتعل بيسكويرولي ولكن رح نقولكم من أسهل ما يكون انكم تحذروا لهذا لاجينواز سهلة سريعة بمكوينة بسيطة وناجحة من أول تجربة لازم اتبعوا الفيديو اتبعوا الناس اللي رح نعطيها لكم في هذا الفيديو باش ان شاء الله تنجح معاكم من أول تجربة خليكم معلوسها مع المقادير مشاهدة متعة للجامعة نبدأ لبركت الله وش نحتاجه فلاجينواز عندي ربا حبات انتاع البيض يكونوا كبار في الحجم ويكونوا بدرجة حالة الغرفة عندي مية غرام متاع سكر عادي أي نص كاس عندي عشرين غرام متاع كاكاو أي ربع كاس وعندي اللي هنا ثمانين غرام متاع فلنا أي ما يعاد الكاس غربه وعندي قرصة عملح اللي هنا في ريسيب نحطوا البيض كما قدتكم ربع حبات انتاع البيض يكونوا بدرجة حالة الغرفة وحاولوا تخيروا البيض تاعكم يكون كبير في الحجم نضيفوا أيضا قرصة عملح ونضيفوا أيضا مية غرام متاع السكر عادي أي ما يعاد لنص كاس نخلطوا هذا البيض مع السكر جيدا حتى نحسوا ان السكر تاعنا ذاب هذه النقطة الأولى النقطة الثانية حتى يولي القوام كريمي لازم نخلطوا حتى نصبح عنا القوام بهذا الشكل اللي هنا وش رح نديره رح نضيف هذا الكاكاو على هذيك الفارينة يعني رح يصبح عنا هذا الخالد تاع الكاكاو والفارينة مية غرام ولازم ننخلوه يعني لازم نصفيوه فالصفاية ورح نقسم هذا الخالد تاع الكاكا والفارينة على ثلاث أقسام أو على ثلاث دفعات يعني نضيف عفون بالتدريج نضيفه القسم الأول ونخلط من الأحسن بالفوي نزيد نضيف القسم الثاني ونخلط بالفوي ونضيف القسم الثالث والآخر وغير بالفوي من الفوق لتحت أنا راني سرعت لكم الفيديو ونبان بلي نخدم بالقوة ولكن أنا نخدم يعني بسرعة ولكن أنا نخدم غير بالعقل وهذا هو القومي تحصلت عليهم بنجيبوا بلاتو المقاس 40 أعلى 30 فرشتوا بورق الطهي ودهنتوا بالزيت كامل وفرقت هذا الخالد تاعي في هذا البلاتو ونحاولو نشيه بهذه الطريقة نوزعوا عليك كامل هذا البلاتو وحاولو ما تكثروش الزيت بزاف في البلاتو ومن بعد نزيد نحاول نمشي ملي حباديك سباتشويل حتى نوزعو هذك الخالد بالتسوي نخبطوا البلاتو تعنا حاولي ثلاث خبطات ولا ربح خبطات فقط ما تكثروش بزاف حتى نشوفو هذوك الفوقعات ديلك تنهزوها الفورن تعنا كونو شعلناه مسبقا على 180 دراجة حاطوها نشعلوها فقط من تحتها نحسبوها حوالي 15 دقيقة من بعد نشعلوها من فوقها حوالي 5 دقيقة ونطفيو عليها نغبرها من فوق بالفارينة ومن بعد نقلبو هذك اللاجين واسعنا وكما شفت ودرت لها ورق الطهي ملتحت ليكون نظيف نرميو هذك الورق الطهي وهذا الدزيم اللي كونتشوفو فيه هذا هو اللي راح نروريو فيه لاجين واسعنا كما كونتشوفو هذ الطريقة باش تحكم لفورم تاحو لازم هذ المرحلة راي أساسية من بعد ما تقولوش بلي لاجين واسعي راي تكسر ولي لاجين واسعي ما هيش حك ماروحة لازم هذ الطريقة من بعد من جهة أخرى نزيد نغيرها نغلفها بصرفيطة ونخليها في مكان باش ميضرب هاش الهواء من جهة أخرى نجيبو نصف كاستع لاشوانتي مع نصف كاستع ماء ليكون برد بزر سينو ندلو نصف كاستع الحليب كما تحبو ندرت الماء ونطلحوا بالباتر ونروحوا لنا نجيبو هذك اللاجين واسعنا ورح نيطاليها كامل بلاشوانتي اللي يحب يدير ذوق الشوكولات الكريمة اللي بغاية بذوق الشوكولات تقدروا في ذلك اللاشنتي زدوا ملعقة ولازوج منتع الشوكولات أترتيني كما تحبو نوزعو أو نمشيو مليحن إيطالي هذك الكريمة وعندي لنا هذ بروديت عفروي يور كان بزاف فيه ليقو كانت على الكارتالي سوريز كانت على لفراز كانت على القارس كانت على الاناناس كانت على الإكزوتيك تعل مير المهم اللي قولي حبيتوه انتوما سينو نقدروا ديروا ديفروي لكالي سوريز هذا وقتهم انا درت لكم هذ الفروي يور هذو راهو يتبع عندلي بيع جزان حلوية وموجود بكثرة من بعد الهنان درت هذك الفروي يور والرولي والرولي تعنا بهالطريقة شوفوا يترولي بكل سهولة ما يتقطع ما يتكسر ما يروح ما يجي لأنه أصلا العجيناكي روليتها في البداية ودرت لها استرفيطة راهي ما شاء الله يعني من الديل سوف نحطها في الكونجيلاتور حوالي نصف ساعة تحكم لها فورم بتاعها فقط شوية لأن الكريمة أصلا راح تشمخها وإذا خفتم ما يجيكم شمشمخ تقدروا لها سيرو بعد ذلك الكريمة اللي يبقات لي ما هيش راح نرميها تحبو كما قد تكون ديروها الشوكولة باش تغيروا الشكل ديروها بلاكولور باج ديروها شوكولة أترتيني سننتخلوها بيضة بهذه الطريقة ندرتها على شكل الغابة السوداء ونحاولو نديرو هنا خطوط باش تجيكي مجدع الشجرة بهذه الطريقة وعندي شوكولة الشوكولة الموجودة عندكم في الدار يعني ترابيوها بلا راب ولا بهذه العفسة تعالي نديرو بها البطاطا قشرة هذي ونحطوه أحبات تعليس يوريز كاتزين بسيط أيضا ما تنسوش على الوجه تديرو السيكر غلاس باش يعطيكم هذيك الشهوبية هذيك واللي هنا درت أيضا الفربيور هذي تعال الكارز درته في جيب حلواني وزينت بهذه الطريقة يعني صراحة والله العظيم غير جيت ما شاء الله جيت أحسن من تعالي محلات ومارت مشيرها من محلات والله ما كانت بهذاك المذق لي درته أنا وبالطروة هذيك وبالبلبل بنا هذيك وبالشكل هذك إذن هذه الوصلاة تعالي عنها اليوم نتمنى أنهتنا لإعجابكم تجربوها ما تخافوا ما ولو تكلوا على الله تبعوا النصائح تبعوا الفيديو من الأول وآخير وسمعوا مليح وشانا نقولكم لأنه بزاف ناس يتبعوا الفيديو فقط في الأول ويخليوا الأهم ليكون في الوسط ولا في الأخير إذن هذه تبعوا النصائح وإن شاء الله رح ينجح معاكم من أول تجربة دكرة حنقطع معكم الكيك ورح تشوفوا كيف سجا القوام الشكل لازم اللي هنا يكون موس يكون تعمل شار باش يعطيكم النتيجة مليحة شوفوا الهنا كيف سجا جا ما شاء الله حتى هذا الفربيور هذا كيبان في الطبقة شوفوا كيف سجا ما شاء الله إذن هذه الوصفة تانتان هاليوم وقعني أقول لكم شاهدكم بالصحة ما تنسوش الدعموني في الانستغرام يكون تشوف فيه أسفل الشاشة شف صراح البتني إذا عجبتكم الفيديو تانتان هاليوم معليكم إلا تكترولي من اللي جام كومون تبلي أسفل فيديو إذا عجبتكم قناتي معليكم إلا دلوا اشتراك ولا أبني ولا سبسكرايب تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد تعبقى نقول لكم شاهدكم بالصحة نتلقوا في عدد آخر مع سؤالة أخرى ما تنسوش تخليوا لي أراءكم في التعليقات وتبارتجوا فيديو مع الأصدقاء والأحباب يعني الماكسيموم ما تخليوا فيسبوك ما تخليوا تيك توك ما تخليوا انستغرام المهم نعول عليكم تهل الله في رواحكم تلقوا في عدد آخر السلام عليكم